عندما تتكلم عن رزقك و في السماء رزقكم الله و ما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّمْ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ لما أنا أتكلم الآن معك ما في صعوبة كيف حالك وتعطيني السؤال و أجاوبك في صعوبة لا يوجد كذلك رزق السماء رزقنا مربوط بالسماء مثل الكلام مثل ما أنكم تنطقون هل في صعوبة لا يوجد صعوبة كذلك الرزق لا صعوبة تفهم لكن كيف فلسفته كيف الناس تفهم يعني كيف أنا رزقي مربوط في السماء يعني هل هو مكتوب نعم أرزاق الناس مكتوبة و مقادير الآجال مكتوبة عندما نتكلم عن ليلة القدر و يفرق فيها كل أمر حكيم عندنا اللوحة المحفوظ مكتوبة و فيه كل شيء و قبل أن نؤذي للإنسان رزقه و أجله و شقيم مكتوب في عالم السماء تأتي تتنزل أرزاق السنة كل عام تتنزل هذه الأرزاق وتقسم من الناس من يفتح عليه و من الناس من يضيق عليه و من الناس من يصبر و من الناس من يؤذى في نفسه فيصاب بأمراض أرزاق مكتوبة الذي يكون على درجة اليقين بأرزاق السماء حينئذ يعيشه في متعة عظيمة لماذا؟ لأن الله قدر الأرزاق و كتبها و ما هو مطلوب منه المطلوب منه و بذل السبب السعي الرزق مكتوب لا و حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس هذا عندما يأتي ليهاجر الآن هذا تلميذ من تلاميذك تربى في مدرستك أبو بكر الصبير و عندما تأتي في رحلة الهجرة و بناء الدولة الجديدة و النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الثمن كيف الثمن؟ لا و يربيه يربيه على فهم فلسفة الأسباب فهم كيف يرتب أموره و يقدر أحواله إذن السماء الرزقنا فيها مكتوب لذلك نرفع يدينا يقول يا رب رزقنا يا رب أطينا يا رب أكرمنا و يكرمك الكريم كم من أبواب كانت مغلقة فتحت أذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي يقول مرة جاءه الرجل قال له يا شيخ أنا رحت كل الأبواب كل ما رحت لمكان مقفل أبواب فواحد قال ترى أن الشيخ محمد يعرف أمير المنطقة و لو تشفع لي عند الأمير فقال لي إن شاء الله سنشفع لك قال لي الشيخ بس أبغاها مكتوبة قال إن شاء الله لنشفع لك قالوا تكتب لي قال لي ما يحتاج أنا إن شاء الله سأشفع والشفاع إن شاء الله تقبل قال لا بس يا شيخ أبغاها مكتوبة قال لا خلاص ما يحتاج قال له غريبة الشيخ تشفع وغير مكتوبة هؤلاء لا يقبلونها بالكتابة قال لا أنا سأشفع لك عند الله الله أكبر فقال له هذا الرجل يعني يا شيخ نحملين بالله وعارفين الله وكذا بس يعني نبغى بذل أسباب قال له طبعا أنت ذهب في كل مكان وتقول أنه لم تتجه يعني بصوابق التجه إلى الله سبحانه وتعالى يقول هذا الرجل يخبر الشيخ المختار الشنقيطي أنه في ليلته كان يصلي ويعني يصدق في دعائه ويصدق في بره فلما قابل الشيخ يقول في أحد الحفلات في الزفاف قال له يا شيخ والله تلك الليلة بعد أن صدقته في الدعاء الصباح ثاني يوم رحت أدور رزقي لأنه كنت محتاج زي المعتاد كل محتاج وما في غير الشوارع المعروفة للأماكن الأذب إليه هذه المرة رحت في شارع غير معهود وغير مظهور نهائيا قال والله وجدت مؤسسة ودخلت عليها واستقبلني صاحب القبول في العمل وأدخلني على المدير ولما رأى المدير الملسيفي يعني الملف الذي معي قال والله يا أخي نحن نبحث عن أمثالك من زمن ويقول والله آمنت أن أرزاق الله مكتوب فالإنسان يبذل السبب ويعرف أن رزق الله مكتوب بس أدعو بصدق ودعو بحرارة